واليوم عندنا مدرب كبير بحثينا اسمه شكري الخطوي قاعد ينحد في اسم كبير في الدوري الليبي وخاصة في كأس الاتحاد الافريقي اول مرة بوسليم شكري في كأس الاتحاد الافريقي فريق سعد 2018 حديث العهد بامكانية مادية متوسطة مقارنة بالنوادي الكوبرا في ليبيا الامانة وانا نعرف بعض الارقام بامكانية بشرية متوسطة ولكن اليوم اول مرة يدخل عمناه للسودسي ولعب من اجل التتويش اليوم في كأس الاتحاد الافريقي متمركز جيد في البطولة شنو حتيت لها؟ لا ما اقولش شنو حتيت لها ولا ما ننجمش نكون انا الوحدي معناتها في الفريق سيكيوسيور معناتها كي ما كنت احكي ندي بوسليم سعد للممتاز الليبي 2018 وانا عدا تاتا مواسم وسط الترتيب في العموم سلمت الفريق مذا مواصم مادي للا مانا كان تمام مش رمي ورود كان تمام هيئة محترفة معناتها بلي مويا الموجودة نخدمه كل واحد يعرف ما اليه مع اليه معناتها مخديت حريتي في الخدمة بتاعي معناتها بش نتحمل كيف من رسوليتي في الأخير سوى في البيئ ولا في الخيب معايا مجموعة من اللاعبين معناه شاسامي كبار صحيح ماذا ثم كويزيون ثم اروح مجموعة كبيرة برشا ثم كلمة سر معناتها نحبو نوصله لبعيد بديناها من عمناول وين معناتها كنا ما كان حتى حد بتاتر يمشي حطنا مش نتعداول السوداسي مشينا السوداسي من موسمة ممتاز وممتاز جدا نسناها بعد السوداسي دبرنا براسها في الأفريق نفس الشي عملنا انتدابات زادة في الجو متاع الولاد متاعنا اللي نحب نشكره مبارشة خطر عليه اشتاوك تشوف معناتها حتى في الخمسة الشهر الأخيرة عملنا عشرين يوم في ترابلس وعشرة شهر مؤسكرات والمؤسكر أقل مؤسكر بتاع شهر يخلك سيوسف عمدي ولا بحوش كلاعب وسيفاريت تعرف ما انت سيبه فاسير بوجريه ما انت يقلق يتاعب يتاعب برشا رغم ذيك الكويزيون قادت موجود عملنا انتدابات ما انت في الجو متاعني منها بيانت قادة الروح خدمنا برشا في اللي يتار الفني موش شكري خطو واحد ومعايا بينصير نحيي اليوم خلد المغزاوي في تدريب الحراس يتار فني تونسي خلد المغزاوي في تدريب الحراس وثامي ناجح في الفيزوناج ومعايا وسي لتفير جيلي في الاعداد البدني كي يبدو ثم روح متاع مجموعة ملعبيت وين ساعتك معك المجموعة اي اكيد ومعايا السالحي ثامر ومعايا موردزا وكان معايا منظر القسمي وسي يخرج اي جيل المرسا ومعاها بنترشا ومعايا السالحي بنترشا الموسم الماضي كان عنده دور فعال في النتيج الشابية نفس الشي الأمامي اللي موجود في النادي الفريقي كي يبدو جاوبها بتاع خدمة سيكري سيوري تجي النتيج الحمد لله اليوم معناتها ممكن ما كان ايران حتى حد على بوسليم مش ممكن حتى مش نفوتوا الدور لول تعرف اللعبنا ضد باجة حامل كيس تونسية صحيح فكل مباراة وربحنا لنا في راد سبعة ثلاثة ايام باجة في شات ربحت لتوار بالوقت انذكر في المرسا جيتنا ببالا سويت كامبالا سيتي زادة فريق محترم ومحترم جدا المعطا عنده اسمه في اللي فريقية بروح بالعزيمة خدمنا برشا ما غير برشا كلام وسلنا له هداف امتيعنا نفس الشي في دور المجموعات ما كانتش العبرة بالمشاركة بديناها بالزمالك عادينا مباراة ممتازة خسرنا في العشرة دقايق الاخيرة اليوم سيبا فاسيل معنا تبش نعمل ثلاثة انتسارات متتالية خاصة ممكن بين نادي بوسليم الفريق الوحيد اللي منعب حتى مباراة على الميدان بتاعه سواء للهيئة والملاعبية اللي نشكرهم برشا عالجو العادي اللي موجود وعالروح متاع الشغل ما تقفش الافاق لليوم متفاق البرشا بالخدمة مش ناج مونسوب الهدف فانتشوك الخاتوي في كأس الاتحاد الافريقي الهدفها الهدف مش نوصله الاقصى ما يمكن اي مدرب شوف اي مدرب حتى يعرف الموايا مايش موجودة 100% مش نقول لك انا مش نقدم خطوة هناك مش نلعب جيس كوبو بكل ثيقة بنفس وحاجة موما برشا انت من بكر رجعنا حكينا عالمدربين توانسة اخويا خليني نعكي عالمدربين توانسة بعطه يجيني سبان مسيلش انت كتشوف بين الكيس الكاف وبين تشمبيونز ديك كلهم امتريس ثم خمسة مدربين توانسة موجودين في الديو كمبيتسيون ادامة بعد يجيوا ترتيب مدربين بجانب اخرين دونك افريقيين بين الكاف وبين تشمبيونز ديك اكثر مدربين موجودين هم خمسة توانسة كل تحية